بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله الحج وما أدراك ما الحج وما أدراك ما أسرار الحج نعم إن الله سبحانه وتعالى فرض الحج على المستطيع فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل لكن ماذا يفعل غير المستطيع علمنا النبي عليه الصلاة والسلام في سنته أن هناك أعمالاً تعادل الحج والعمرة ومنها النية ومنها المحافظة على صلاة الفجر والانتظار بعدها لصلاة الضحى مع ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن وحضور دروس العلم وحضور الصلوات المكتوبات في جماعة في بيوت الله سبحانه وتعالى وبر الوالدين والتسابيح بعد الصلوات وقضاء حوائج الناس وعمرة في رمضان كل هذه الأعمال تعادل الحج والعمرة ومن أسرار حج بيت الله الحرام أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعيش الناس جميعاً في هذه الأيام معنى الحج فإذا كان حجاج بيت الله الحرام يقولون في أيام الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فأنت يا من في بلدك لم تخرج للحج تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تكبر وتهلل وتسبح وتحمد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير يقولون هذا النداء ويلبون بهذه التلبية والكون كله يلبي معهم ما من مسلم يلبي إلا لبى من على يمينه ومن على شماله من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا وأنت في بلدك تسبح الله وتحمد الله وتكبر وتهلل الكون كله يكبر معك والمخلوقات كلها تسبح معك كل قد علم صلاته وتسبيحه وإذا كان حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفات الله في يوم عرفة فأنت أيها المسلم يا من مكست في بلدك ولم تخرج للحج فأنت غير مستطيع أنت هنا تصوم يوم عرفة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال حبيبنا صيام يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وإذا كان حجاج بيت الله الحرام لا يحلقون شعرا ولا يقلمون ظفرا فقد سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال من أهل عليه هلال ذي الحجة وأراد أن يضحيه فليمسك عن شعره وأظفاره ما هذا الأدب ما هذه التربية ما هذا الاتحاد والتعاون حجاجا وغير حجاج كل له عمله وكل له أعماله العظيمة التي يقوم بها من أسرار الحج أن نتعلم الاتحاد أن نتعلم ذكر الله على الدوام أن نتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن نشعر ببعضنا البعض حجاجا وغير حجاج أسأل الله تعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام وأن يتقبل من الحجيج حجهم بفضله سبحانه وتعالى وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة